موسيقى 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 مرحبا بكم الناس في فيديو جديد اليوم ان شاء الله تحليه بنا برشة اقتصادية وسهلة في سع في سع تحضر كمسلا الناس تحليه تمتعي بالبسكويت وبكخيم بنينة ياسر وفي نفس الوقت مكوناتها موجودين في كل البلاسة يعني كين مشيور اي مجازان نلقاو المكونات متاعنا اليوم بش نعمل تحليه البسكويت بنقهة الشوكولاتة حاجة بنينة على الاخر بتبيع الشوكولاتة حاجة بنينة نسكن نحبوها ومزينة في نفس الوقت التحليه متاعنا مكوناتها مهمش عندها مكلفين كيف كيف كما مستنسين معنتها البسكويت والكخيم وحاجة تكاية ان شاء الله ها الفيديو يعجبكم وتعجبكم الوصفة وتجربوها وتحطوا لي رأيكم في الكومنتير ومتنسونيش كالعادة بيش جيموا لابوني وتفعلوا الجرس بيش يوصلكم كل جديد تاوا نتعديو للمكونات اللي هما كيما قلت لكم حاجة بسيطة على الاخر عنا كريم شونتية كي مسلا نسكن ديما الكريم شونتية نحاول نخرج منها كريم بنينة برشة ومزينة عنا زوز باكويت بسكويت سيدة واحد شوكولات واحد فاني عندي ساشي فلون شوكولات عندي حوكا كريم فريش فيتالي عندي مغرفة كاكاو وبش نحط مغرفتين متاع قهوة شوكولات اتارتيني اي نوع عندكم بيش نبدو بالكريم انتاعنا عندي الكيس هذيك فيه يهز 100 مليلتر بالنسبة لحليب وحكاية 90 ل 100 جرام بالنسبة للكريم شونتية انا بش نقيس بالمغرفة هاوكا بالمغرفة بالمغرفة بش اللي ما عندوش كيس يعرف قداش من مغرفة بش نحوط حكاية 5 مغرف مغرفة أفرغضا بش ما نقولو بش نجم ارقيه كرائم اللي quiser عندي تيخذوا كيس فيه 5 مغرفة كرائم شونتية وفي نفس الوقت تقيسوا بيه الحليب يعني قد الحليب قد الكريم شانتي باش تجينا كريم عاقدة ومتاعبناش في القاتو نحط لهم مغرفة الكاكاو الكاكاو دي ما نقول لكم راهو سان سيك ما انتا نستعم فيه باش يبننا الكريم برشا وتظهر فيه مع انتا نقهة الشوكولات اركبتهم شوية وباش نزيدهم الكريم فخيش و الفلان بتاعنا الفلان يوم انا عملتوا بالشوكولات على خاطر التاحليم بتاعنا بالشوكولات عنا حقك الكريم فخيش هذيك كيف 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 كيم قد لكم نوحة فيتالي بيه انا حب مقول لكم حاجة انا نستعمل مثلا الكريم فخيش في التاحليم بتاعنا خاطر الكريم شونتي حلوة والفلان هذيك شوكولات حلوة والله المحمد رسول الله الشوكولات تغطيني زادة حلوة هاوك الكريم فخيش باش تعبد لنا الحلوة خاطر هي السون سيك وفي نفس الوقت تخلينا الكريم بتاعنا اجي هكا مزيينة وبنينا في نفس الوقت يعني حاولوا اذا كان بيش تعملوا الكريم يعني بيش تعملوا التاحليم هذي حاولوا تحط المكونات معناتها كاملين متنقصوش حتى حاجة منهم بيش تخرجوا لكم القول بنينة والكريم المزيينة كيما قاعدين تراو فيها فيها اللقة وتكستور متاحها محلاها طوب قالنا كان مغرفتين شوكولات تغطيني كيما قلت لكم اي نوع عندكم انا هذيك سعيد نجموا حتى تستعملوا فيها نوتالة اذا كان عندكم بتبيعة جي أبن بيش نحط مغرفتين متاع قهوة ملياني ويلا مغرفتين متاع ماكلة مليانة كيما تحبوا تزيد تباني الكريم اكثر وحتى الكولوغ متاحة يغمق شوي هذيك هي الكريم المتاعنا مكوناتها كيما قد تلك المبساط فيسها فيسها تحضر نباديك بش نيقضو البسكويت ونبدأ ونعملو ادريساج متاعنا نركضوها زادا شوية وهكي كبريسك تكون حاضرة حاجة مزيانة على الاخر وابنها في نفس الوقت اغزلك التكستور متاحها محلاها وفي نفس الوقت يعني كخيم هكا مزيانة تحسها محلاها ايضو التكستور زمها تكون اكلي كي تهز هكا الراكاذة تظهر تبقى هكا راكحة هي مش تسيل ما انت بيش تعاونها مباعد في الغيساج متاعنا اخذيت كيما قد تلك المالة بقها ذيكا يقولولو اسيقصو اللي يبدأ كاغي وما هوش مسكر من اللوتا حاتيتو على كغطان اللي ناخذوهم انتها خبزة قاتو كيما قولو احنا تنجمو تحطو فيسحن وحاتيتو التبقى الأولينية وحاتيتو مثلي حليب Ouais استعملتMo tactical back with 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 باغست البيسكويت في الحليب تنجمو تستعملو له هوى كيما تحبوش انا ديمة Il d 건데 انحن نحبذ الحليب يعني ما يعطيش حتى قوي خلي قوي شوكولا هكا ظهره اكثر معنا تحكم بي عمالة تبقى الأولينية بسكويت شوكولا والتبقة ثانية بسكويت مانتها نرمال اذاكا فاني ونضع كل مرة تبقى بسكويت ونضع طبقه بسكويت ونضع طبقه بالبابيسولوفان ونضعه في الكنجيلاتور ساعتين 3 سوية ويلاف الفريجيدير لوتا من 5 ال 6 سوية كما تحبوا كي نقصوها لانجينا المرسومه مزيانه ومستويه في نفس الوقت كي نضع الكوش الاخرانيه كي نستويها اي حاجه عندكم تحبوا سكينة مغرفة اي حاجه مهم حاجه تستويلكم وتعاونكم في الخدمة كما تحبوا كي نغطيها ونضعها في الكنجيلاتور انا نضعها في الكنجيلاتور كي ساعة في ساعة تجمللي ونكمل نصور الفيديو على روحي كي نضع شوكولاتة كي نزينو بها من الفوق كي نضع شوكولاتة اي حكاية 30 جرام زبدة او 20 جرام مهم ترفي صغيرة وحكاية سبعة لثمانية مغارفة حليب كي ما تحبوا اينا نرمى الموة سبعة مغارف هذوك نصب الحليب في كسارونو نحط عليه الزبدة نقص الشوكولاتة تروف تروف ونحطهم على الغاز يضوبوا شوية ونبعد بعد ما نضوبهم بالقديم نحط لهم الدانات تنجموا راه وتستعملوا شوكولاتة وكريم فخيش مبعضهم اللي ما عندوش كريم فخيش كيفي اينا وقتا حتيت حليب وزبدة تواسي ذيبت الشوكولاتة بالقديم على حليب وزبدة واوكا حتيت لها كعبة الدانات زيت تبننها اكثر وتولي شوكولاتة متاعنا كريموس وما تجمدش وتولي تكستور متاحها محليها تتشوفوها مبعد كي نبدأ نزين فيها نزين في القاتو كيفيش تكستور متاح نحركها مليح مليح ونخلوها عجنب تبرد شوية مش تبرد على اللخة كي تولي دافية نجفدو القاتو متاعنا نحلولو لجنب متاعو بسكينة هكاكا ونبعد الناحية المول متاعنا ونبدأ في التزيين متاع القاتو حاجة مزينة على الاخر وسهلة كيما قاعدين تراو متشدش برشا وقت وبنينا في نفس الوقت التحليات متاع اللي نعمل فهم الكل نحاول نختار طريقة تكون هكا سهلة مكونات كيف كيف بسات باش اي واحد يخمم باش يعمل هيا يلقى دريكت المكونات والبناء اللي يجرب الوصفات متاعي يعرف اللي هو مبناء طوى الشوكولات كيما قلت لكم خليتها بردت شوية ما دخلتاش للفريجيدير خليتها البره اخذروا كل تكسور متاحها محلها وفي نفس الوقت رايه متوليش هيب ستقعد معنتها تريه حتى كي باش نخلوها الطوى التحلي متاعنا مش برشا كيتربوع ساعة في الفريجيدير ولا تنجمو تخلوها شوية البره ديجا هي بردة التحلي كي باش نحطوها شوكولات ديجا معنتها تبرد باش نستويها شوية من الفوق ومن الجنيب ومبعد نقصها ونوريها لكم هاوك الشوكولات تحكي والبنة تحكي واحدها طوى انا صبيت هكي كي خليتهم هبتوا من الجنيب شوية باش نستويها من فوق ومنبعديك باش نكمل نستوي لها لجنيب متاحا. انا ايهاني باش نوريكم كيفاش تكون منظرها هكي تحبو تخلوها هكا اك القطارات هبتين منا ومنه تحبو تستوي لها لجنيب متاحا كل واحد اشي يحب. انا ستويها هكي كي ومبعد نستوي لها لجنيب متاحا تنفذوها شوية باش taka من فوق الشوكولات ومن بعديك تحبوا تخليوها بالمنظر هذاك تحبوا تقصوها تحبوا تسطولها لجنة بمتاحها كل واحد اشي حب اهاو تنجمو تخلوها هك انا استويتلها لجنة بمتاحة ومسحتك الزيت ومن بعد اهاو ساية مسحت الزيت طبعا عندي كعبة تفريز جبتها من الكنجيلاتور مش برجح كيت اه سبعة اثمانية كعبات باش نزين بهم التاح اليام تانا يعطوني منظر مزيين كنصور كنصورها وباش نهبط تنجمو تخلوها سامبل هكاكا تنجمو تحطو عليها شوية لوز شوية اي نوع متع فيك يا تنجمو تهرشو شوية بسكويت وتحطوها حاسينو كل واحد كيفاش يحب يزينها توا كملت زينتها او خزروا لهاك المنظر متاحة محليه ومزيينة على الاخر تحفونا بالبسكويت وبكخيم سهلة على الاخر كخيم بنينة ولإله الله محمد رسول الله طول باش نحاول نقصها ونوريك ما تكسور متاحة كيفاش جيت من داخل كما قلت لكم الشوكولاتة راهي ما هيشي باش تجبنت باش تقعد هكيك كمان تتريه باش تبدأ في بيل كمان تخطر هي جيه هكيك كمان تخطر كنجينا اي بس امناش مش نقصه احنا نحط السكينو هي تتكسر اذا كعليش انا حاتيت لها كعبة الدانيت باش تقعد لنا تريه وتبننها في نفس الوقت كعبة الدانيت هاوكي قاسيت مور صويت صغار باش نوريكم التكستور كيفاش جيتني حاجة مزيينة وبنينا بلق دي بلق دي اخصوصا كي حاتيت البسكويت خلطت وبين بسكويت شوكولات وبسكويت هذيك الفاني جيه هره كل لون متاحها مزيين بين يعني بين التبقى والتبقى فما هذيك كل الفاني والشوكولات مخالطين تاوها بشو مقص منها تارفو نوريكم كيفاش جيتني بربي اللي ابنت كذا كانت جربوا التحليات متاعي دي ما حطولي التصوير وحطولي مع انت عجبتكم ولا لاسيوه في الفايسبوك ولا في الانستغرام ولا في اليوتوب هاوكوا حطولي التصوير وحطولي شرايكم في هالتحليات بقدرة ربي تنجحلكم خاطر مكوناتها بسطعة الاخر والتحليات الاخرين اللي جربتهم الكل للنس اللي جربوهم دي ريكت يحطولي التصوير ويقولوا لياتك السحرة يجيتنا بنينا راي نجحت معانا خاطرشي حاجات سهلين ومعنت في مقدور الناس الكل كعبت الفريز هاوكم نزيلوا مثال الجين بالعمال قاعدتي في الاخر كملت حاتيت لها الشوكولات قاعدت حايرة باش بشن زينا حسيتها سامبل على الاخر عوكوا جاو على بيري كعبت الفريز اللي في كونجيلاتور جبت منهم وزيينت بهم نجمو تعملوها زيدا مدورة لو تجي مزينا على الاخر وتقصوهم ورسويتمو ثلاثين حاجة بنينا برشا ومزينا زيدا في نفس الوقت خاطر العين تاكل قبل الفم كيم يقولوه تاوها باش نقصها ونبدأوا ناكلو وما تنسيوش كيمو قطلكم كيتجربوها اتحطو لي رايكم خاطر عش قلتينة تاوها كي خاطر حاصيتها بنينا على الاخر معانتك كي ضقت منها ابنينا بلك دا جايت ولك خام زيدا محليها جايت تكستورو متاحها مزينا على الاخر ماهيش سيلة وماهيش يرسة في نفس الوقت اغزركو الشوكولات محليها دوبة تقص الدوبة معك دوبان بالعمال اهليه لله محمد رسول الله تاو الفيديو متاعنا قريب يوفا بريسك قريب نوصل للاخر ما تنسيوش كامل الفيديو حتى للاخر خاطر بشتراو وزيد نوريكم كيفيش طريقة تقصوا بها وتزينوا بها التحليم بتاعنا يظهر منظرها كين عليها قطوة مشري حاذر اخصوصا كين حطوها في اللي كاسية هذوبا بتاع الكاب كيك هكا واحد يبدل شوية التاريقة ننقصوا بها قص مرس صغير وحطوا في الصحان هكا نحط فيه في اللي كاسية هذوكم بش نجيت نجيب لكم فكرة افكار اخرين تنجموا زينوا بها التحليم تاعكم وما تنسيوش كي ما قلت لكم اه الجيم ولابوني بتفعيل الجرس بش تكبر قناتي اكثر وتستفيدوا انتوما من الوصفيتم تاعي السهلين اللي نحاول دي ما نحط فيهم مكونات موجودين يعني حتى في العتارة كربقة في الحومة حتى في عند عزيزة حتى في اللي مجازات صغار معناتها اللي يخرج بش يقلي حاجة متاع تحليم يقاها متوفرة ديريك مايبقاش فرقس من بلاس على البلاس دي جاء فما برشة انواع متاع بسكويت نحب نعمل بهم تحليم ونخاف اللي نبقاه انا متلقاهوه شنطومة معناتها هذيك عليش دي ما نعم بسكويت سيدة خاطر موجود في كل بلاس الحاصيل وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم وان شاء الله نكون فتكم بالتحليات وبالوصفات اللي نقدم لكم فيهم وتوا ما بقالي كان بش نقول لكم باي باي بسلم النس كل وما تنسيونيش كي ما قلت لكم بجيموا لابوناء ودفعين الجرس باي اشتركوا في القناة